يشارك الحرس الوطني في مهرجان نصف مراثون الخبر عبر العديد من الأركان والفعاليات المصاحبة للمهرجان حيث يحرص الزائرون على زيارة أركان الحرس الوطني والتعرف على أبرز المعلومات المتوفرة عن هذا المركز يلتحق بنا مباشرة من الخبر مراسل الإخبارية طارق المزهود طارق ألا وسهلا بك معنا في نشرة النهار ومساء الخير ما أبرز ما يحتوي عليه الجناح الخاص بالحرس الوطني نعم حسن الحرس الوطني للقطاع الشرقي هو أحد المشاركين في مهرجان نصف مراثون الخبر والحقيقة حسن أروي تجربة شخصية لي والي زملائي في الأخبارية أثناء تغطيتنا لهذا المهرجان هناك جهود كبيرة تقام من قبل الحرس الوطني الناس مستمتعون بما يقدموا الحرس الوطني ومستمتعون بالمعلومات التي يشاهدون الحديث أكثر عن هذه الفعاليات وهذا النجاح الكبير للحرس الوطني للقطاع الشرقي انضمعي مدير علاقات العامة والإعلام في القطاع الشرقي الحرس الوطني بالقطاع الشرقي العميد خالد محمد قحطان حيث معنا في الأخبارية نتحدث عن دوركم في هذا المهرجان بسم الله الرحمن الرحيم أول شيء أشكر تغطيتكم ودعمكم دائما الإعلامي خلال الأيام اللي راحت مشاركة الحرس الوطني جاءت بموافقة من سموه سيدي وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله ببندر سلمه الله بالمشاركة وبراز هوية الحرس الوطني في مظلم الفعاليات المدة ثمانة أيام لماذا تأتي مشاركة الحرس الوطني وكيف رأيت تفاعل الناس معهم؟ والله خلال الست أيام اللي راحت اللهم لك الحمد والشكر للإقبال جدا ممتاز التفاعل جدا ممتاز جميع الأركان يعني في الفترة المسائية من بعد الساعة الخامسة تكون ممتلية بشكل كامل المشاركة أتت للتعريب بالهوية الحرس الوطني في الخدمة المجتمعية في الخدمة الثقافية في الخدمة الصحية كل ما تود معرفة عن الحرس الوطني ستجدون موجود في جناح الحرس الوطني أخيرا عميد خالد هذا الفيلم الذي يعرض الآن عبر شاشة الإخبارية وخلفك تقريبا أو بجوارك ماذا تقول عن هذا الفيلم والناس وهم يرونه دائما؟ أقول شيء بكل فخر انتاج الحرس الوطني أبطال الحرس الوطني إخراج وانتاج الحرس الوطني الحيز على جائزة الفيلم اليوم الوطني من الغرفة التجارية بالرياض حصد تقريبا ثمانية ملايين مشاهدة وبكل فخر نيعرض كل ساعة ساعة ضمن أيام الفعاليات في المهرجة ونحن نفتخر بكم عميد خالد أنت وبقيه الزمالك شكرا على ما تقدمونا شكرا على المشاركة في هذا المهرجان إن هناك أي إضافة أخيرة أول شيء شكر لكم والشكر أولا وأخيرا لسمو وزير الحرس الوطني ولقياداتنا لتوجيهنا ودعمنا والسؤال بصفة مستمرة بصفة يومية عن كل صغيرة وكبيرة مشاركة الحرس الوطني في القطاع الشرقي ضمن فعاليات ماراثون نصف الخبر شكرا لكم والله يعطيكم العافية شكرا لك حميد خالد إذن حسن هذا هو سهم عزي عبر شاشة الإخبارية دائما عند حضورنا إلى هنا حسن نشاهد الكثير يقف ويصور بهاتفه في جواله ويوثق هذه اللحظات كذلك المعلومات الموجودة هنا التي يقوم بتأديتها أو بتوضيحها لنجال الحرس الوطني كل الشكر والتقدير لما يقدمونه معلومات قيمة النجاح الكبير الذي حقه المهرجان جزء كبير خلف هذا النجاح هو الحرس الوطني للقطاع الشرقي كيف ترصد لنا يا طارق مستوى الإقبال على الفعالية المصاحبة لنصف ماراثون مع الخبر والتفاعل كذلك الناس مع هذه الفعاليات عموما يبدو أن هناك مشكلة في الصوت لديك طارق شكرا جزيلا لك على كل حال وشكرا لضيفك الكريم اشتركوا في القناة